السلام عليكم الله بالخير وحياكم الله بداية حلقة جديدة من برنامجكم اكشن مع وليد على ام بي سي اكشن ومنصة شاهد اليوم ساعة سبعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية انتظرنا قدام التلفزيون عشان تبدأ مباراة الاتحاد السعودي مع سبهان الايراني وين في اصفهان ينتظرون الناس عشر دقائق ربع ساعة الملعب فاضي ايش القصة على سبعة ونص جاءت اخبار انه نادي الاتحاد السعودي اركبوا البحافلة واتجهوا مباشرة الى مطار اصفهان ومعاهم اعضاء من السفارة السعودية وفي نفس الوقت في خط ساخن بين الاتحاد السعودي لكرة القدم وبين الاتحاد الايراني لكرة القدم للتأكد من مغادرة البعثة مطار اصفهان في الطائرة الخاصة اللي تنتظرهم اللي هي جابتهم قبل امس الى ايران اللي حصل القصة كالتالي نادي الاتحاد امس امس الاحد لما جاءوا رحوا للملعب على اساس يتدربون ملعب المباراة لاحظوا في وجود مجسمات سياسية موجودة في الملعب فالبعثة بعثة نادي الاتحاد ومعاهم اعضاء من السفارة السعودية بلغوا الجماعة انه يعني هذي شعارات ما ينفع بكرة نلعب المباراة وهي موجودة اضيف الى ذلك انه بعثة نادي الاتحاد ورئيس النادي انمار الحائلي بلغ المراقب الاسيوي بلغ المرافق الاسيوي وبلغ نادي سبهان انه الاتحاد ما رح ينزل يتدرب حتى التدريب ما احنا متدربين مدام هالمجسم موجود ما يصير يعني رياضة هي مفروض ما تدخل فيها جوانب سياسية وعدوا نادي سبهان قالك والله هذي متركبة في الارض لكن بكرة بكرة قبل المباراة كله هذي بانشاء وعدين هذا المجسم صال له سنة فيعني الحقيقة احنا ما اخذنا بالنا انه يعني رح يكون يسبب مشكلة طبعا هذا يقودنا الى سؤال مهم اتحاد الاسيوي لما جاء ياخذ يعني تعميد الملعب ما شاف التمثال ذا محطوط ونظام الاتحاد الاسيوي ما يقول ممنوع الشعارات السياسية والرمو يعني فيه قصة فيه لائحة عند الاتحاد الاسيوي في الموضوع ما هي سواليف نمشيها نقول ما انتبهوا لما جاء يوم المباراة جاء الاتحاد اليوم نزل غرفة الملابس رحوا يطلوا وشافوا لقوا التمثال موجود بعثت ناد الاتحاد قالوا يعني يا ان شاءال زي ما قلنا لكم امس ولا احنا ما نزل الملعب قالوا والله احنا مسألة ازالته هذه صعبة ازالته صعبة اتصالات هنا 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 الاتحاد يتوجه الى الملعب الى المطار في اللحظة اللي ناد الاتحاد قرر فيها انه يتجه للمطار الاتحاد الايراني لكرة القدم تدخر واجروا اتصالات مع الاتحاد السعودي لكرة القدم قلونهم اللي قاعد يحصل ما هو موقف من الاتحاد الايراني والدليل انه نادي النصر جاء لعب مباراة ما حصلت مشاكل ونادي الهلال بكرة عندها مباراة ومعها راح تحصل مشاكل فالتصرف اللي صار اليوم هو مرتبط بنادي سبهان فقط لا غير كان رد الاتحاد السعودي ورد بعثت نادي الاتحاد الموضوع انتهى نادي احنا اخوضح لكم جزئية لما نزل الاتحاد او لما بعثت نادي الاتحاد شافوا المدرجات قبل بداية المباراة غير موضوع التمثال ترى التمثال هذا قصة التمثال قصة في قصة تانية في المدرجات المدرجات كلها لوحات سياسية وهذاك وذياك وامدر وشو يعني اوكي الشعارات ما هي موجهة لنا شخصيا لكنها تحمل مضمون عدائي وفيها تعابير سياسة كلها سياسة كارث فقال لك لا والله لا انتوا لن تشايلين اللوحات ولن تشايلها المجسم فاحنا ما نكمل المباراة لا ما نلعب المباراة اساسا فللتوضيح نادي الاتحاد السعودي لا يعتبر منسحب من المباراة المباراة عشان يكونوا واضحين البيان الصادر من الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بعد المباراة يقول اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الغاء مباراة سبهان الايراني والاتحاد السعودي على استاد نجش جاهان في اصفهان بدوري ابطال اسيا واللي كان من المقرر لعبها مساء اليوم الاثنين وذلك انتبه وذلك بسبب ظروف غير متوقعة وفقا طبعا لبيان الاتحاد الاسيوي واكد الاتحاد الاسيوي في بيانه المقتضب انه يشدد على التزامة بضمان امن وسلامة اللاعبين والمسؤولين والجماهير وكل اطراف اللعبة واوضح البيان ان رح يتم احالة الامر الى اللجان المعنية اللي هي مين لجنة الانضباط لجنة الانضباط في الاتحاد الاسيوي المعلومات اللي عندنا تقول انه لجنة الانضباط اول حاجة الاتحاد الاسيوي متفق النادي الاتحاد هو ضحية فمسألة تيجي واحد يقول لك ايش لا نادي الاتحاد رح يعتبر خسران ثلاثة صفر اذا انساها انساها الخيارات الان اقامة المباراة في ارض محايدة غالبا سلطنة عمان هذا لو اراد الاتحاد الاسيوي استخدام تخفيف للعقوبة ضد سابهان على فكرة العقوبة لن تكون ضد ايران ولا ضد الاتحاد الايراني ضد النادي او منع اقامة مباريات على هذا الملعب في هذه النسخة يعني استاد نجش جهان ما رح تقام في مباريات لدوري ابطال اسيا في هذا العام او يتم شطب نتائج سابهان وهذا يعني احد الثلاث خيارات ياتسحب النقاط واعتبر الاتحاد هو اللي فايز في صورة مشابهة لما حدث عام ستة وتسعين سبعة وتسعين اذا من يبغلطان نادي النصر كان سافر الى كازاخستان ورح يلعب مع نادي اسمه أليمة او ليمة لما جاء النصر يدخل الملعب فوج ان الجو عدائي في الملعب وجمهور يرمي ومش عارف ايش فالنصر قالك انا ما اقدر العب المباراة بالشكل هذا هذا ارهاب جلسوا نص ساعة وقرر النادي النصر جاه توجيه انه يرجع ركبوا الطيارة الخاصة ورجعوا فيها واصدر الاتحاد الاسيوي وقتها قرار بمنح النصر نقاط المباراة كان وقتها الاستاذ عبدالله الدبل الله يرحم وكان هو رئيس لجنة المسابقات الان الاتحاد الايراني قاعد يحاول افتصالات مع الاتحاد السعودي ان الموضوع ما يتصعد وان احنا نشوف حل الاتحاد السعودي يقول لك الاتحاد السعودي كرة قدمي ثلاث نقاط ولا تناقش قاعد يقولون الاتحاد الاسيوي اليوم ثلاث نقاط ولا تناقش هذون يرتكبوا مخالفة يعاقبون الاتحاد الاسيوي لجنة الانضباط سن سكاكينها ما فيه لو تعطس عقوبة اقرب مثال قدامنا عقوبة سالم الدوسري خلاص مدام الحق اذا نموس على كل الروس نوريكم اعضاء لجنة الانضباط في الاتحاد الاسيوي طبعا رئيس اللجنة توفى فاصبحت الصينية شين روي نائبة الرئيس هي الرئيس والاعضاء الاسترالي تيم هولدن والبحريني يوسف اليعقوبي والياباني كينغو هاريما والمالديفي اسماعيل زميل رشيد والفلبيني جليرمو جونيور هذول الاعضاء اللي مطلوب منهم خلال اسبوع الى عشرة ايام بالكثير يعقدون اجتماع ويتخذون قرار بمسألة هذه المباراة ايش تقول لائحة الانضباط الاتحاد الاسيوي المادة 58 اي شخص يسيء لكرامة شخص او مجموعة اشخاص من خلال كلمات او افعال تتعلق بالدين او السياسة تعتبر اساءة اذا كانت هذه الاساءة من اكثر من شخص بنفس النادي او الاتحاد العضو وهذا ما حدث يتم التالي واحد غرامة لا تقل عن 20 الف دولار و لعب لقاء على الاقل بدون جمهور و خصم ثلاث نقاط للمسابقة الحالية او المستقبلية اذا اذا كانت تهت مشاركة ببعن احنا في اول مشاركة فمنطقيا مبروك على الاتحاد الثلاث نقاط غير كدا والم موسيقى 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 شكرا